جوج ديال مواضيع اللي كيهمو الهجومات ديال بعض الفواقع السيئسيين على التجمع الوطني الاحرار. واحد كي يخص يعني الملف ديال محاوقات واحد كي يخص الملف ديال جودة ولا ديال القفة اللي كيتكلمو عليه. انا بريد تقول لك انا هداك الملف ديال السبعتاشرين ليه هو يعني سيئس كبير. يعني الواحد الملف من هاللي دخلنا في المنفاوضات ديال تشكيل الحكومة في الفين وستاش. واستعملوه كسلاح يعني يعني الخصوم السياسيين كسلاح. هدا رقم اولا يمكن يقول لك انه كدوب فيك نيوز. ما كنش شي يعني ملف اولا شي رابور للجنة استطاعية اللي كانت اللي كتخرج الرقم ديال السبعتاشرين. هادو جوج الوجوه. واحد البرناماني كيقول سبعتاشرين مليار ولوزير دياله من الحزب كيقول لها تشيرها ما كنش هاتشي فاكنوس. اللي هو عند الحكامة واللي هو مكلف هادو التوصيب. تانيا هادوك الشخص ديال البرلمان دهو عندو جوج الوجوه. كان رئيس ديال الجناف داخل الجناف كين رابور كين مسائل اللي واضحة وما فيها والو. وكي يخرج وكي يبدل كل وافس البرلمان ويعيط على واحد الوسيت. ويقول لي اجتي هادوك رابور في سبعتاشرين مليار وهذا. واستعملوا القبرة البرلمانية باش يمشي وباش اذا. انا سمح لي هذا كل ملف يعني انا بالنسبة لي سياسي محت. وما يمكنش لي ندخل في هادشي اكتر لانه اولا انا لا وسيروا مقاولة. انا كنحطاهم القانون. ما يمكنش عندي يكون عندي لحق الكنسية واحد المقاولة اللي هي كتنشط يعني كوميرسيا المو. يعني راه القانون كي واضح. وهاد المقاولة عند هالمسيرين ديالها. وهاد المقاولات اللي هم اكتر لهم اكتر. هما كين في الضرب اذا ما عندي علاقة بهم. ولا داروا شي غلطة ولا كين عندهم شي اشكالية ولا هاد يضبوا راسهم. وكين مؤسسات في هاد البلاد. والمؤسسة ديالا كونسير لكون كيرون سرها. خدامة في هاد الشأن. وكتب حد في هاد الشأن. وغادي تخرج يعني بالخلاصات ديالها. وكل واحد غادي تحمل يعني المسئولية دياله. اذا لا علاقة لنا بهذا. وهذا سيتا فيك نيوز. وهذا اه يعني اشان نقول لك. اذا ما هذا زيدوا على المال والسلطة. باش كي يعودوا يكبوز عما هاديك المال والسلطة. ان فان دو كونت كي يقول لك. يعني هما كيقولوا المال السلطة ويقولوا هاد الشي هذا كله. احنا كنقولوا بأن هذا اعداء النجاح. يعني الناس اللي في المصاري المهني ديالهم نجحوا. كي حاولوا يحربهم بعبارة سياسية قاوية اللي كتضرب في الدماغ واللي هي مستوردة اقول من مصر ومن تونس ومن عند الاخوان. يعني اشي باش يكون واضح. اما لرافورة ما فيهم تشي حاجة.